مرحبا مواليد برش الثور اليوم بدي احكي عن الأسبوع من الثانين أربعة للأحد عشرة أيار مايو كيف بدي يكون هيدا الأسبوع أسبوع كتير مهم لمواليد برش الثور أول شي لأنه طبعا في عنا الشمس موجودة ببرشكم هنا لك حركة كتير كبيرة وكتير قوية بهيدا الأسبوع بتسهل أعمالكم بتشهله فيها بتتقدموا لكن الحدث الأهم هو اكتمال الأمر فلمون موجود الفلمون أو بيصير بيحدث الفلمون يوم الخميس سبعة أيار مايو الساعة عشرة وستة واربعين دقيقة بتوقيت العالمي يعني الساعة واحدة إلا ربع توقيت بيروت الصيفي عشرة يعني ساعة اتناش يعني اتنين إلا ربع توقيت بيروت الصيفي في ثلاث ساعات فرق بين التوقيت العالمي وتوقيت بيروت هيدا الأسبوع مهم هيدا الأسبوع ما تفكروا أسبوع رواء ما عم بقول صعب ما عم بقول مستحيل ما عم بقول معقد وما عم بقول سلبي لكن هو أسبوع للشغل فيه نوع من متطلبات رح بتفاجئكن أنه تقيلة أو مهمة أو هلأ لازم تشتغلوا عليها ما بتنطر هالأمر البدر يلي موجود هيدا الأسبوع هو يلي هو الدلالة والمؤشر على استعجال بعض الأمور أو ظهور بعض الأمور الملحة التنين والتالاتة ومع وجود الأمر فيه برش الميزان هني يومين ركد 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 من الصبح من الفجر للنجر ركد ونصيحة تركدوا نصيحة تركدوا ما تنطروا الأمر يصير بدر عجلوا خلصوا شغلكون لمهم قبل ما يوصل الأمر ويكتمل ليه؟ لأنه ترتيب الأولويات أنفع لكم مولود برش الثاور مولود برش الثاور ما بتحب تركد ما بتحبوا تركدوا وتكونوا مستعجلين واركدين وناس عم بتقلكون يلا ركدوا وعجلوا وخلصوا بحب مولود برش الثاور ياخد وقتوا على مهله كان الصغير الكبير هيك بيحب ومعكم كل الحق فتنظيم أموركم التنين والتالتة كتير مهم فيه احتمال يكون فيه شيء جديد بحياتكم اليومية بدكم تغيروا نظامكم الروتيني تفيقوا بكير تناموا بكير تفيقوا مأخرين تناموا مأخرين أي ساعة بتشتغلوا ترتبوا أموركم ترتيب الأمور الروتينية كتير مهمة وانتبهوا لصحتكم الأربعة الساعة عشرة وست دقايق صباحا توقيت بيروت الصيفي بيوصل أمم لبرش العقرب وبيبقى ببرش العقرب حتى الجمعة تماني أيار مايو كمان لنفس الوقت عشرة وستعشر دقيقة توقيت بيروت الصيفي تمانية وأربعين ساعة من ضغط من عتب من عجلة ويمكن يكون في بعض التقلبات المزاجية ضروري جدا مولود ومولود ببرش الثور أنكم تكونوا هاديين أنتم موجودين بفترة كتير مهمة كتير واعدة تقدروا تربحوا تقدروا تنتصروا شرط أنه ما تغلطوا تجاه حدا من الأشخاص أو تستعدوا حدا يعني استعداء وخلق عداء ما بينسبكم بتاتا هاي دي الفترة فترة وجود الأمر ببرش العقرب وتأثير الفلمون عليكم بيعصبكم صحيح لكن بيعطيكم مجال لحتى تنتصروا لحتى تبينوا انتبهوا من الخلافات خاصة مع أحباكم الجمعة إذن ساعة عشرة وربع صباحا توقيت بيروت الأمر بيدخل وبيصير في برش القوس ترتاحوا من الضغوط ترتاحوا كليا من هاي دي الضغوط وبيبقى الأمر ببرش القوس حتى يوم الأحد ساعة 2-12 ساعة واحدة إلا تلت صباحا عفوا واحدة إلا تلت ظهرا توقيت بيروت هاي دي الفترة هي لإعادة النظر في بعض في أسلوب انتوا تبعتوا إذا بتكن تضبطوا إذا بتكن تعتزروا إذا بتكن تحاولوا إنكم ترشعوا وتلتقوا مع أشخاص وتضبطوا بعض الأمور هي فترة نوعا ما انتقالية بين الخلاف وبين الانتصار يلي رح تصلوا له الجمعة العفوا يوم الأحد هي فترة بتجبركن أو بتضطروا خلالها أو بتغيروا رأيكن إنه لأ يمكن معهم حق لازم نجرب يمكن في مجال إننا نتصالح الصلحة تقدروا توصلوا له انتوا موجودين بفترة زمنية كتير حلوة ويوم الأحد يوم الأحد الساعة وحدة إلا تلت الظهر توقيت بيروت الصيفي تدخلوا بأجمل فترة بهذا الأسبوع يوم الجمعة عفوا يوم الأحد تدخلوا فترة ممتازة بتستمر حتى كمان التنين وجزء من التالتة الآخرين حاسكن بيقوى جدا بنصحكن نصيحة فلكية إنه العمل المهم المكالمي الاتصال الخطوة اللي بيكون تيجي 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 أحبائكم أصدقائكم المسؤولين عنكم تيخذوها ابتداء من الجمعة لحظة ابتداء من يوم الأحد عشرة أيار مايو مع وصول أمر لبرج الجديد مش قبل هيدا الأسبوع مثل ما شايفينه كله على بعضه متطلب فيه شغل وفيه مسؤوليات من المستحسن ما يكون فيه أخطاء كبيرة الأخطاء الصغيرة تتصلح تتصلح يلي لازم ينتبه هيدا الأسبوع هو 27-28 نيسان أبريل كونوا حاضرين خاصة على استقرار على آدكن على أكثر حظا 16-19 أيار مايو بديتمنى لكم أسبوع كتير حلو رجاء أن تابعوا الأبراج الشهرية بالوصف بتلاقوا الرابط والأبراج اليومية للمسيط من التفاصيل ودعكم باي باي ترجمة نانسي قنقر